بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم دكتور معتاد صلاح الدين رأي شبكة أعلام المرأة العربية عميدنا الغالي سيد الفقي وجميع الأخوة والأخوات مع حفظ الألقاب من جميع المنابت وفي كل مكان على أرجاء الكرة الأرضية من متابعي قناة شبكة أعلام المرأة العربية عامة ورمانة الميزان خاصة اليوم سأكون معكم بإذن الله في رمانة الميزان وهذا شرف عظيم لي أن أكون بين هذه الكوكب القديرة وسأتحدث عن الغيرة بين الأخوة في المنزل حيث ظاهرة مرحقة للأحل ويحتار بكيفية التعامل معها وتظهر بين الأخوة مع الحرص الشديد من الأبوين الحفاظ على مشاعر المحبة بين أفراد الأسرة الغيرة هي مزيج من المشاعر المركبة تتملك المرء وتسبب له عدم الراحة وتنبع من إحساسه بإنعدام الأمان وعدم الثقة والخوف من فقدان ما لديه وتتطور إلى مشاعر الكره والحقد والحسد والرغبة بامتلاك ما عند الآخر الغيرة نوعين أول نوع هو النوع الإيجابي المحفز الذي يجعل الإنسان مثابر ليحصل ويصبو إلى ما يريد في مجالات الحياة المختلفة والغيرة السلبية المدمرة للنفس وتبدأ بين الأخوة بالتنافس بينهم ويعد هذا الأمر الطبيعي إلا أن بعض الأخوة يطورون مشاعر عدائية ومشاعر اللامبالاة نحو بعضهم وقد يستمر في بعض الأحيان طوال حياتهم والبعض الآخر من الأخوة تتعمق علاقاتهم منذ سنواتهم الأولى والوضع المعتاد أن يظهر الأخوة ارتباط وإخلاص لبعضهم حتى مع وجود المشاحنات والشجار بينهم إذا لم يكونوا يحملوا أحقاد ولم يستجيبوا لكل إساءة بينهم على أنها مصيبة وتظهر الدراسات أن الأخوة أكثر تنافسا وتناحرا مع زيادة العمر حتى تتطور إلى الغيرة لأن التنافس الشديد يصبح مؤشرا إلى الشجار المتكرر والقاسي فينبغي على الأهل في هذه المرحلة عدم السماح به وخاصة إذا صاحبها إغاظة متكررة والتي يكون هدفها السخرية وزعزعة الذات وزعزعة الثقة بالنفس وإذا كان تقدير الذات لدى الأخ منخفض فإنه يصبح مؤذي جدا هذا النوع من الإغاظة لإقاعه ببعض المشاكل والمتعب وبالرغم من أن الاهتمام كبير في المجتمعات بمنع الإساءة في معاملة الزوجات والأطفال طبعا أنا عم بحكي إعلاميا وبكل المجالات يجب علينا أيضا أن نمنع الإساءة والعنف من قبل الأخوة ضد الآخر مشكلة هذه تحتاج إلى اهتمام يجب على الأهل أخذ موضوع الغيرة بجدية ومنع إساءة الأخوة في المعاملة بين بعضهم سواء كانت نفسية أو جسدية من أهم الأسباب الغيرة بين الأخوة بيعتمدوا الأولاد عادة على الحصول على الانتباه وأشباع الحاجات والحصول على المحبة من الأبوين وما بيحبوا حدا يشاركهم بهذه المشاعر مثل حصول العائلة على مولود جديد بتلاقي الإبن الكبير فقط الاهتمام اللي كان موجود عنده ولقيله من قبل الأم والأب فبتلاقي بيحاول أنه يعتدي على هذا الطفل أو المولود الجديد حتى يجلب انتباه والده الأبوين في حال أنهم ما أعطوه هذا الاهتمام وما رجع هذا الاهتمام لإله مثل الأول فبتلاقي بيعود إلى النقوص لمراحل سنوات الطفولة المبكرة بالنسبة لإله إما بيرجع بيحبو أو بيبطل يضبط عملية الإخراج أو بيبعد عن الأكل بيبطل ياكل حتى يجلب الاهتمام من قبل الأهل النقطة الثانية اللي هي تفضيل الأخ واحد من الأخوة على الآخر وهاي بتشعل نار الغيرة بين الأخوة وما مننسى أنه كانت أول جريمة بين الأخوة سببها الغيرة وتفضيل الأخ على الأخ الآخر بين قابيل وهابيل عندما قتل هابيل أخوه قابيل بسبب الغيرة الناجمة عن تفضيل الأبوين أيضا تدني إمكانيات أحد الأخوة في أحد المجالات بالنسبة لأخوته في مجالات بتكون غصب عنه وفي مجالات هو بيكون أصلا مش قادر يوصل للمستوى أو مش موجود عنده الإمكانيات اللي موجودة عند أخوته مثل إنه يكون أقل جمال من أخوانه فبتلاقي الأهل عم بيحكوا بطريقة أو عم بينبذوا أو عم بيستهتروا بيكون في حالة استهتار واستهزاء بجماله أو بقدراته العقلية أو حتى في ناس بيكون الحالة النفسية عندهم أقل أو نسبة الذكاء أقل تحصيلهم العلمي أقل فبتلاقي هذا الأخ بيحاول يكون عدواني حتى يعني يجلب الاهتمام لإله من قبل الأهل وخاصة إذا كانوا الأهل هم اللي عم بينتقدوا هم عم بوجهوا هاي الإساءة للإبن اللي الأقل إمكانية عنده من أخوته أيضا في نقطة كتير مهمة اللي هي مرات الأبناء بيشعروا بالكروح أو الحقد لوالديهم أو أبواهم فبتلاقيهم بيحاولوا هذا الكروح إلى الأخوة الأصغر فبتلاقيهم بيعتدوا عليهم أو بيحاولوا إنهم يؤذوهم حتى يبينوا لأهلهم إنهم هم بحاجة إلى الاهتمام إنهم هم عم بغاروا من أخوتهم اللي أصغر منهم هاي كتير نقطة مهمة التحويل المشاعر الكروح من الوالدين إلى الأخوة الصغر لكن هناك في إجراءات أيضا وقائية للحد من عملية الغيرة بين الأخوة اللي ممكن أن الأهل إنهم يعني يتجاوزوها أو يتفادوها عملية وقائية اللي هو الحب غير المشروط من قبل الأهل وإشعار الأبن بأنه هو ذو قيمة حتى لو كان العدد العائلة أو الأولاد كبير فيجب أن يشعر كل أبن بوجوده، بشخصيته، بنمط شخصيته، بتفضيله من قبل الأم والأب وأنه يكون متميز ويهتموا بموهبته وإذا ما كان عنده شيء مميز وما عنده موهبة يساعدوه حتى ويشجعوه حتى يوصل لهذه الموهبة حتى يكون هو إنسان متميز ويكون الثناء على هذا الشيء من قبل الأسرة كاملة ثانيا عدم المقارنة بين الأخوة المقارنة بين الأخوة هو كالنار بالهشيم بتشعل النار الغيرة بطريقة كتير قوية وكبيرة مثل الدراسة خلينا نحكي أو التفوق الدراسي أو تفضيل الأخ الأكبر كهي بالعادة يعني معظم مجتمعاتنا عم بيكون بهذا الموضوع عم بيتميزوا فيه إن الأخ الأكبر هو عم بياخد الاهتمام الأكبر في كل شيء سواء في المال في التعليم في اختيار أفضل المدارس أفضل الجامعات ممكن أنه كمان تكون دراسه خارج الوطن حتى يحصل على اللقب الأفضل من بين أخوته وطبعا هذا بقل الفرص اللي ممكن يحصل عليها الأخوة اللي أصغر منه وهذا سبب برضو لدرء الغيرة بين الأخوان مراعاة الفرقات الفردية مش بس الأخوة ممكن يكون في عندهم التحصيل الأكاديمي هو الأفضل أو هو المتميز في ذكاءات متعددة الذكاء البيئي الذكاء الاجتماعي الذكاء الموسيقي الذكاء المنطقي في ذكاءات كثيرة ممكن أنها تكون موجودة عند الأخوة فلازم الأهلين ينتبهوا إلى نوع الذكاء الموجود عند أولادهم حتى ما يكونوا محصورين في ذكاء معين كون إحنا مجتمعات تقليدية بصراحة نهتم أكثر شيء بالتحصيل الأكاديمي والتفوق الأكاديمي في المدرسة إذا كانت التحصيل عالي فهو ذكي جداً ومننسى الذكاءات الأخرى اللي ممكن يكون متميز فيها الأخ وما منطرحها على أرض الواقع ومنتنع عليها من المفروض من الأهل جميعاً أنهم يركزوا على هذا الموضوع أنهم ما يكون بس الذكاء هو ذكاء عقلي في ذكاء جسدي في ذكاءات أخرى متعددة ننتبه لهذه الذكاءات حتى يكون الاهتمام بين الأخوة موجود والتشجيع بين الأخوة يكون موجود أيضاً خلق نشاطات عائلية مشتركة مثل الرحلات والألعاب الممكن أن العائلة كلياتها تشترك فيها قضاء وأوقات ممتعة بالأسرة بوضع أيضاً على نقاشات العائلية أن الكل يشارك فيه هذا النقاش الاهتمامات اللي موجودة بالأسرة المشاكل الموجودة بالأسرة الكل يعبر عنها ونحترم رأي الآخر ويكون كليات الأراء على نفس المستوى على نفس الاهتمام من قبل الأهل ومن قبل الأسرة والتخطيط المشترك وتبادل الأفكار أيضاً التعاون والمشاركة يعني أساسية في الترابط الأسري والاهتمام بالغير وتعاملهم بعطاء والعمل المشترك بين الأسرة والتعاطف مع بعضهم وإثار بعضهم على بعض هذا بيخلي مشاعرهم بصراحة كتير قوية وبيضمن نجاح النجاح الكامل للتكافؤ والتصرفات الجيدة ويجب على الأسرة كاملة أنها تكون معتادة على امتده أي تصرف أو أي مجهود من قبل الأخوة والثناء عليها سواء ومكافأتها سواء كانت مادية أو معنوية أفضل أن يكون المكافأة معنوية بالإضافة إلى المكافأة المادية المتقطعة أو الاثنين مع بعض أيضا في أحد العلماء النفس يعني وضع كتير طريقة كتير حلوة حتى يخفف من المنازعات بين الأخوة ومن الغيرة بين الأخوة لما يكون في مشكلة بين الأخوان خاصة بعمر المراهقة والأقل من المراهقة الطفولة والمراهقة المبكرة كان يطلب من الأطفال أنهم يخبروا بما حصل من المشاكل لبناتهم خاصة إذا كان في يعني مشكلة معينة وسببت بناتهم منازعات كان يطلب منهم أنهم يكتبوا كتابة وليس بالكلام تقريبا ميت كلمة هاي الطريقة كان يطلبها منهم كيف اتطورت المشكلة وإيش انحكى في المشكلة ويسيقوها بطريقتهم هما ويحطوا توصياتهم الشخصية للمستقبل في هاي الحالة في بعض الأطفال ما كانوا يستجيبوا ومعظمهم ما بيستجيبوا لهذا الاقتراح لأنه بلاقوا أنه كتير صعب فيصبحوا أكتر هدوء بعد هذا الطلب وكتير منهم بحاولوا أنه يفضوا الخلافات بينهم بدون ما يلجأوا للأهل في حال أنه أصبحت الغيرة خارج عن السيطرة من قبل الأهل وأظهر الأخ العدائي المفرطة يفضل مراجعة الطبيب النفسي أو الأخصاء النفسي ويعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر